أشكرك سعادة الرئيس وشكراً لجميع أصحاب السعادة للنقاط اللي قاموا بطرحها حول المنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحكومة تشارككم اهتمامكم والتأكيد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات والاستثمار المقدم بالعقبة اسمحوا لي أن أوضح أمور بكل وضوح وشفافية لا يوجد تغيير في النسب الجمركية أو الضربية المطبقة في العقبة وفقاً لهذا التعديل هذا التعديل يقوم بكل بساطة بإضافة منطقة العقبة من ناحية التحصيل الضريبي لدائرة الضريبة وتحصيل الجمركي لدائرة الجمرك اسمحوا لي أن أتحدث بشفافية لا يجوز أن يكون في نفس الدولة جهتان تتعاملان مع الضريبة وجهتان تتعاملان مع الجمارك هذا بكل وضوح وشفافية يفتح باب التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من باب التسهيل على الاستثمار أيهما أسهل التعامل مع جهة ضريبية واحدة أما جهتين وكذلك بالنسبة للجمرك فالهدف هو أن يساهم في تسهيل التعامل مع المستثمرين واسمحوا لي أن أضيف بأن الحكومة استمعت بكل اهتمام للمداخلات العديدة التي قمتم بها أصحاب السعادة التي أكدتم على أهمية محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وفي جهودنا التي قمنا فيها في محاربة التهرب والتجنب الجمركي والضريبي وجدنا حالات مهمة وكبيرة وواضحة كانت تستفيد من ازدواجية الإدارة الضريبية وازدواجية الإدارة الجمركية لأهداف غير قانونية آخر نقطة استمعت الحكومة إلى الطلبات التي قدمها أصحاب السعادة حول أهمية رفض منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإيرادات تفي وحاجتها وهذا هو السبب من رفع إيراداتها من 25% إلى 40% لا يوجد أي أمر آخر محتوى في هذا التعديل غير هذه الأمور التي ذكرتها ولا يوجد أي توجه لتغيير النسب الضريبية والجمركية في العقبة في هذا التعديل شكراً سيدي شكراً شكراً شكراً